ليست كسابقاتها يغير الكيان الصهيوني بطائراته ويستهدف مواقع عسكرية للنظام السوري فيحتفظ بحق الرد صابا جام غضبه على المدنيين من شيوخ وأطفال ونساء يقصف الكيان الصهيوني بالصواريخ فيرد عليه النظام السوري بالقصف الكلامي هذه المرة تسقط طائرة صهيونية من طراز F-16 بنيران مصدرها الأراضي السورية هكذا ساقت دمشق الخبر معلنة في بيان لها أنه تم إسقاط طائرة صهيونية معادية ردا على اختراقها للأجواء السورية وكأن دمشق حديثة عهد بالاستهداف الصهيوني لمواقعها العسكرية فلقد بلغ عدد المواقع العسكرية السورية التي استهدفها الكيان الصهيوني منذ بدء الأزمة السورية 26 موقعا كان آخرها مركز البحوث العلمية في ريف دمشق إسرائيل كعادتها غير المحتفظة بحق الرد أغارت على إثر سقوط طائرتها على مواقع عسكرية سورية تنتشر فيها ميليشيات إيرانية بحسب تصريح الناطق العسكري باسم الجيش الصهيوني أفخاي أدرعي واصفا إيرانا في الوقت ذاته بأنها تجر المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي فصل جديد من فصول الصراع في سوريا قد يغير قواعد الاشتباك ويضيف الكيان الصهيوني كلاعب مباشر وأساسي في الساحة السورية يبيح لها التدخل العسكري لحماية أمنها الحدودي من الوجود الإيراني حادثة لم يعتد عليها الطيران الصهيوني في جولاته المتكررة فوق السماء السورية حتى خيل إليه أنها أي الطائرة سقطت سهوا فما الذي تغير بعد عقود من الركود بين دمشق وتل أبيب